صديق لديه قطعة أرض يريد بناءها وكتابتها لبنتيه وزوجته وله إخوة فالهذا يجوز والله إذا فعل هذا في حياته يعني وهابا قطعة الأرض لزوجته وبنتيه وليس في نيته أن يعرب من تقسيم الله فلا حرش طيب دي الفتوى بقيت النصيح هل أنصحه بذلك لا أنصح طب ليه يا أخي قد يطول بك العمر وتعيش لتسعين سنة ها وقد تحتاج هذه القطعة وقد تمرد فتحتاج أن تبيع لتعالج نفسك قد تموت زوجتك فتحتاج أن تتزوج قد بارك الله فيك تحتاج إلى خادم يخدمك وراتبك على قدر نفقتك فتحتاج هذا المال فأدعي الأمور حتى بعد عمر طول على الطاعة إذا مت الأول تقسم بتقسيم الله عز وجل هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا لا إلا أمن أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله